بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْمَانَكَ فَتْحًا مُخِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِيدًا بِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَمْجِيَكَ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا هو الذي يوجل السفينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جدود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمرين والمؤمنات جنات تجريم تحت بل النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عيد الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالين بالله ضد السوم عليهم دائرة السوم وغذب الله عليهم ولعلهم وأعد لهم جبلا وسات مصيرا ولله جدود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسله وتعزره وتوقره وتسبحه أكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عافد عليه الله فسيؤكيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأمونا فاستغفر لنا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا لنرد بكم ضر أو أرد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظلمتم من لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أملي بالمبدا وزين ذلك في قلوبكم وظلمتم ظن الساوء وكنتم قوم أمورا ومن لم يؤمن بالله ورسله فإن أعتدل للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغادمة لتأخذوا فاذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله كل تتبعنا كذلك قال الله من قب فسيكونون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قنينا كل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أوليب أسيش ديني تقاتلونهم أو يسلمون فإن تتعون تكم الله أجرا حسنا وإن تتبلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على اللعما حرج ولا على اللعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتعننا ورسوله يداخله جنات تجريه تحتها الأنهار ومن يتبلى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعدم ما في قلوبهم فأنزل السكنة عليهم مؤثبهم فتحا غريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فعجد لكم هذه وكف أيدي الناس عبكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد يحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن نذفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدتكم عن المسجد الحرام والهدي معرفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساهم مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليداخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حبية الجاهلية فأوزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين روسقهم ومكصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشتاء على الكفار رحمه بينهم تراهم ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع النخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستفى على سوقه فاستغلظ فاستفى على سوقه يعجب الزرع ليغذبهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر